السلام عليكم ورحمة الله منذ إبعاد جنرال مجاهد من منصب مستشار للرئاسة في شؤون العسكرية والأمنية تكثر الحديث في الأوساط المختصة عن خريفة جنرال مجاهد في الرئاسة لن يكون منصب هذا لا يبقى فارغ خاصة أنه دوره ينسق ما بين المؤسسة العسكرية ورئاسة الجمهورية بزاف اسم راية الدول ولكن كان اسم اللي راه يتردد بكثرة ومنذ وصول تبون إلى قصر المرادية واسمه واسمه دايد داول هو جنرال مجهور بن عمارة منصور معروف باسم جنرال رضوان جنرال رضوان لآخر منصب لآخر منصب كان فيه هو مدير ديوان فاريق محمد مدين معروف باسم جنرال توفيق من جهة جنرال رضوان عنده علاقة خاصة بتبون هما من نفس المنطقة يعني من نفس المنطقة وبالتالي كان ثقة وكان إذا في نتي هذا الشي عادي يعني هذا الشي عادي واحد يقول لمنطقتك كان دي ما ثقة معه كان دي ما ترتاح له ما هوش ناخر يعني بندم باش يكون موضوعي ما نكونوش ومن جهة أخرى أنه جنرال رضوان عنده تجربة نادرة ما توجد ضباط كسبوها تصور أنه السيد هذا منذ كان مرتبة ملازم أول وهو على المستوى العالي في وزارة الدفاع كان مستشار جنرال بلوصيف المكان جنرال بلوصيف أمين عام وزارة الدفاع الوطني وبقى حتى سنة سبعة وثمانيين وبس كنت يليوتنا كابيتان في مستوى في منصب مستشار الأمين العام وزارة الدفاع يجب أن تكون عند الكفاءة خاصة وأن السيد هذا ما لحقش يعني بالمعريفة ولا قال بالخيوط وخاصة ذاك الوقت في الثمانينات ما كاش يوصل بالخيوط وبالمعريفة الكفاءة هي توصلك ما كاش ليوصل بها كان هو محمد شفيق مصباح لحتاريهم كانوا في زوجباط كان ذاك كابيتان كابيتان ذاك الوقتنا صغير عليهم وتخلط مراهم للجيش كانت عندك فرقة كبيرة وثانيا كان رجل تعميدا نذكر حتى في زنزلة شلف في أكتوبر الثمانيين خدمنا مع بعض ليهو كان تحق بشلف ولكن لحقت أنا سبط وليه سبق ني يعني لأنه كان لابد من تسيير الأمور بهيه باش يكون ما كاش دعبة سهلة سمعت زلزال تارستان ما كاش دعبة سهلة وكان ذاك لوقت عينه بن عباس غزيل هو على رأس المنطقة هذي باش يدير المنطقة لمسها زلزال وبعته رضوان كان ذاك الوقت قطان بعدها لما مشى بالوصيف تحول لقيادة الأركان ولكن كان ضحية تصفيد حسابات تعشيفان وهو ما عنده حتى علاقة تصفيد الحسابات وهو مدام كان تابع المديرية المركزي الأمن العسكري كانوا طلبو من الجنرال اللي حلعيات لا يرحمو باش بعتوه الصحراء يعني شغول بارمجير ديسيبلينار هاك داز كارا بعتوه الصحراء وهذا كلم يعني قاله لي جنرال اللي حلعيات ان بيرسون انه ذاك الوقت كان جنرال لك يحي رحال الله يرحمو كان مدير تعليم داب نستي ملتال دوكومنتي ان ديسي دور بروسبكتي طلبو من جنرال لك حلعيات باش يعطي لو رضوان باش يكون في المعاهد هذا يعني نظر الكفاءات دوكومنتي ولكن لك كان تحتم تاليه باش باته للصحراء لانه القيادة كان بالهوشاد ذاك الوقت عبدالله بالهوشاد هو اللي كان طلب باش يباته للصحراء فرمج اللي سي بل زكارة يعني السين ما كان لديه حتى علاقة كان مع بل وصيف كان خدام كان ضابط يعني انت لديك حاجة عاود أرجاع النيذان عاود أرجاع الأمن لما أرجعت وفيق ودار دياراس وخدعت مناصب من ضمنها منصب تاع يعني آخرها مناصب مدير ديوان وهذا يعطيك فكرة على وشحة من المعلومات السيد هذا بالإضافة المؤهلات تاع المهارات والكفاءة المهنية عنده كفاءة علمية ثقافة عامة أنا نذكر وكتبتها احتفل ما في جينيرو رضوان في أوقات الفراغ تاع وكان قبطان ذاك في وزار الدفاع قال فلا يقعد تكون عنده لحظة عراحة يجب يحل القرآن ويقعد يقرأ سويا القرآن ولما يحب يحب يسمى جورج برسانس مطرب فرنسي الأغنية الكلام الراقي سويا يعطيك صورة مفكرة على هذا الرجل اليوم رضوان طبعا من المشا توفيق دارو في الراق ثلاث يعني كفاءة كما هذه تحط ها تبعت الراق ثلاث حاول حاول تبون بش يجيبو ومزال في تاردد وكان دي بلوكاش لينظر كالناس يقول لك هاو الرجال توفيق رجعو توفيق ما عندوش رجال توفيق ما عندوش توفيق عندو روحو ومصالحو ولا بروف توفيق ما كانش يرقي في الكفاءات للرطب اللي يحتاجوها كان يرقي واحد ما عندو حتى مستوى يعطيه طلع جنيرال واحد بدكتوران ناخد نغير المثال تعالي ابن علي عندو بياج دي مخ كفاءة في كل شميع تورتيبو 19 سنة في قراد كولونال 19 سنة في قراد واحد خرج لار وثلاث توفيق ما عندوش يقاد الكفاءات ولا يقادر الرجال ولا يقادر لا قالوا يوصوها على فلان طلعوا يطلعوا ما عندوش توفيق لو كانوا عندو رجال ويدفع عليهم وعندو لانو ما عندو الناس ردوه غول ردوه لا كانوا لهم توفيق في فبري 2014 خمسة وخمسين ضابط من الرطبة كومو ريوتنون كولونال لرطبة جنيرال خرجوهم لا روتر تخرجهم القيد صالح وهو يتفرج هو قاعد معهم معا يتفرج وخرجوا فيهم ما تكلموا ما تحرك في هذي الضباط اللي يبقاه في دارس عادي يشوفوا فيه ما يسواش دوره نحي وفلا توفيق جوران جاء ساعد من أفريق لنحال وفيه نهار تخل من فرنسا مع أخوه في جوية 2013 من المطار تريفون قال مدير المجيس ما تقاش تبع التوفيق وتنحي المسؤول على الإعلام وتنحي مديرية القضاء العسكري لتبع الديارس ما تكلمش قاعد ينحي ولو ساكن هذو الناس يقول لك توفيق وغلو وردو وردو ما يعرفوهش لانهم هما خلعين منه ويحبوا يخلو عن الناس كيف يفهم ما ليه عرض توفيق ما كان وانقول هاو نعاود امشي اقرأ جارية الوطن سمعت في الصفحة الأولى إلى ديره الوطن ций افريل من سبع وعشورين سبع وعشورين عافريل 2013 سبعه الأولى ل명ع الحوار قمعت لهم توفيق خرافة استمعت خرافة توفيق هذية وفي الوطن تاع 5 جوية 2012 قلت لهم ديارة سولان خوروتو بارونت بودريش ما كاش من حكايتهم وطفيق ما كانوا لهم منقصتو تسيبها في الوطن تاع 5 جوية ولا ما سبس لا أروح للموقع تهي البلوك بيرسونال تهي هشام عبود بوين كوم تسيب في الصفحة ولا تسيبهم أقراهم أقول لهم أن الناس يحبوا يردوا توفيق غول وقلت قوي يردوا الرجال توفيق وتوفيق وتوفيق ما يعرفوه شو عمرهم ما قاعدوا يقدموا ولا شفوه ولا تحثوا معه هذه هي قالوا أنا تزيد خلي توفيق غول قلت معه تعرفوا خدمت معه شفتوا حكيت معه وقالوا منين انت جبتوا يردوا توفيق غول تعرفت ناس يخدموا معه انت الضابط الكوروناي اللي كان في صلاة راك يا أسف السريقة شاكي بخلينه كفرميستر الانيرجي يجي شاكي بخلينه قولتو في قلت نحيه ينحيه ويخلي ويزارة التاقة نقطة حساسة خلها بدون ضبط أمن تقول أنت هذا يا فور ورجال توفيق موليد وتوفيق راو يحكم وتوفيق وخرج من الحبس وتوفيق او كذا وتوفيق راح يرد راجل راو يرشف الحبس يرشف الحبس كيف يقلون السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة